اتفاق الرياضة الحقيقة مرحلة مهمة جدا في ما الذي يجري في اليمن أولا من أبرز الأشياء العنوين التي يمكن أن يقف عندها الإنسان وهو أن اليمنيين انتهوا إلى ترتيب الأولويات وانتهوا إلى أن القضايا الجوهرية ينبغي أن لا يكون حولها خلاف وحتى تتوحد الجهود لإنهاء المهمة الأساسية وهي إعادة سلطة الدولة على كل التراب اليمني وتجنيب اليمن الحرب الأهلية التي لن يسلم من آثارها السلبية لا اليمن ولا المنطقة التي حوله ثانيا اتفاق الرياضة الذي سيوقع بعد وقت قريب في هذا اليوم يعيد ترتيب البيت اليمني في المناطق التي حررت من الاعتداء الحوثي